بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم في حلقة جديدة موضوعها هام جدا جدا معظمنا لا نتقن هذا الموضوع ما هو هذا الموضوع؟ هو فن الجدل والحوار مع الجانب الآخر معظمنا يجادل ولا يحاور انظروا بربكم إلى صورة تسمى صورة المجادلة وليس المحاورة إذن هناك فرق بين الجدل وبين الحوار لماذا أنزل صورة المجادلة؟ جاءت تجادل في زوجها أي رافض الفكرة الجدل أن أرفض الآخر مباشرة الحوار هو للتواصل معه إلى عام المشترك فليس المطلوب الجدل مع الجانب الآخر لكن انظروا إلى بداية صورة المجادلة المزهلة جدا وكلنا لا نفهم بداية صورة المجادلة جاءت تجادل في زوجها قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها نلاحظ سمع جاءت بصيغة الفعل الماضي أي أن الجدل كان في الماضي وإن كان حاليا والله يسمع ما قال سمعه والله يسمع حاليا في المضارع تحاوركما لازم والله يسمع جدالكما لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعبقريته المزهلة كان قادر على قلب الجدل إلى حوار إهدئين تحاور لذلك نكرر الآية وانتبه لها بدقة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إذن انتقلتم من الجدل إلى الحوار فرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده المقدر على التقبل الآخر جئت للمجادلة في الظهار في ظلم الرجل تعالي تعالي اهدئي روعي من بدي تعالي نتحاور إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا جاء الجانب الآخر لكي يجادلني أنت كافر أنت كانت كتا اهدأ اهدأ هدئ من روعك وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاء أحد بحالة انفعال هدئ من روعك هدئ من روعك اهدأ 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 فيجب أن إذا كنا منطقيين إذا كنا عقلانيين إذا كنا عندنا شيء من الإنسانية والوعي أن ننقل الجدل إلى حوار فما بالكم أن أكون أنا مجادل كمسلم لا 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 المسلم يحاور وإن جاء الآخر يجادل هكذا فعل رسول الله في موضوع الحوار فقال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فهل من حقي أقول له كافر؟ أحيانا نكفر بعضنا بعضا هنا الكارثة ونزبح بعضنا لأننا نكفر هذه كارثة أين الحوار؟ أين منطق الحوار؟ الله يريد الإختلاف ولا يريد الخلاف قال تعالى وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ بالفكر في الآراء ما في مشكلة لكن الخلاف والزبح والتكفير هنا أصبحت الكارثة دخلنا في منطق اللاوعي انتقلنا إلى المنطق البهيمي الغير واعي كونوا حضاريين انقلوا الجدل إلى الحوار المطلوب الحوار أن نتقبل الآخر حتى في هذا الشهر لم نفهم الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هذا قرآن وبينات من الهدى هذا الإنجيل أيضا نزل في رمضان ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات والفرقان أي التوراة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان فيجب في رمضان أن أحتضن كل الديانات الأخرى لا أرفض الديانات الأخرى رمضان لي وأنت لك اذهب إلى الجحيم لا 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 أبدا علينا أن ننتقل إلى الحوار ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة كونوا حضاريين كونوا منطق الحوار لكن الفشل أين يكمل الفشل لماذا أقتل الآخر لأن ليس عندي منطق في إقناعه حينما أفشل في إقناعه لأنه ما عندي منطق أكفره وأقتله هذا عامل فشل قالوا دائما في أسلوب التربية أن حتى على مستوى الأسرة الأب الذي يضرب الأولاد للنوم والدراسة هذا أب فاشل إذا لم يكن عندي منطق أن أقنع ولدي بالدراسة أستخدم عضلاتي وأقتله أستغل ضعفه هذا أب فاشل دائما المطلوب هو الحوار كان صلى الله عليه وسلم ينقل الجدل إلى الحوار ونأمل منكم أن تفهموا منطق الحوار مع الآخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر